سبب في أزمة دستورية أنا إذن في المملكة المتحدة وبريطانيا في ذلك التوقيت. بالتالي أصبح الملك جورج السادس والد الملكة إليزابيث. هو تلقائيا ملك بريطانيا قبل أن تأول إليها أمور العرش البريطاني أنا إذن. إذن الأمير تشارلز الآن يخلف الملكة إليزابيث الثانية ملكا لبريطانيا. بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية. إذن نشاهد هذه الصور مباشرة من قصر باكينغ هام. حيث يتجمع البريطانيون دقائق بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث. ولد في عام 1948 الملك الجديد لبريطانيا الأمير تشارلز. ومنذ ذلك التوقيت برز اسمه منذ أصبح في ريعان شبابه. برز اسمه في الحياة السياسية البريطانية كثيرا وطويلا. حتى استلم اليوم مقارد الحكم وهو في السبعين من عمره. نعم في السبعين من عمره. كان قد أصبح عاهل أو أصبح. قد أصبح محرضةً.